المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين السلام عليكم أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام وعبر البث المباشر على اليوتيوب نرحب بكم في الجلسة السابعة عشرة من الجلسات البحثية مع الشيخ الحبيب كما نرحب بالسادة الحضور في أرض فدك الصغرى ونرحب كذلك بسماحة الشيخ الحبيب السلام عليكم شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى تستمر هذه الجلسات مع الشيخ الحبيب ليليا بإذنه تعالى ونذكر السادة المشاهدين أنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر خدمة فدك للواتساب على الرقم التالي صفر صفر أربعة أربعة سبعة أربعة ثمانية اثنين ستة اثنين اثنين ستة اثنين ستة اثنين ستة تفضلوا سماحة الشيخ شكرا دام فضلكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وهذه محمد وأجه 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 وأعلى أعداه ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين روى الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام وتحديدا في المجلد الأول الصفحة ثلاثمائة وأربع عشرة قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى المعاذي قال حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الله الحكمي الحاكم بنوقان قال خرج علينا رجلان من الري برسالة بعض السلاطين بها إلى الأمير نصر بن أحمد ببخارة يقول أنه كان هناك رجلان من مدينة الري المعروفة في بلاد فارس توجها برسالة من بعض السلاطين الذين كانوا هناك موجه إلى أمير بخارة وما والاها وهو نصر بن أحمد الساماني الذي حكم ما بين سنة ثلاثمائة وعشرة إلى سنة ثلاثمائة وواحد وثلاثين من الهجرة النبوية الشريفة في تلك الحقبة الزمنية كان يحكم المهم هذا السلطان من السلاطين في الري كلف هذين الاثنين بأن يحمل هذه الرسالة إلى ذلك الأمير نصر بن أحمد الساماني ببخارة بخارة التي ينتسب إليها البخاري والتي هي الآن واقعة في حدود أوزباكستان يقول وكان أحدهما من أهل الري والآخر من أهل قم وكان القمي هذا الآخر الذي هو من أهل قم على المذهب الذي كان قديما بقم في النصب هذه عبارة مهمة تدل على أن مدينة قم هذه كانت ناصبية قديما حتى أن هذا الرجل مع استيطانه الري ولكن لأنه قمي الأصل كان لا يزال يحمل تلك العقيدة الناصبية القديمة تبعا لآبائه وأجداده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإنه هذا هو المذهب القديم لأهل قم يقول وكان القمي على المذهب الذي كان قديما بقم في النصب وكان الرازي متشيعة في المقابل هذا الذي هو من أهل الري والنسبة إلى الري رازي ما تسمعون الفخر الرازي يعني من الري هذه اللي فيها الشاه عبد العظيم عليه السلام جنوب طهران فهذا الرازي الرجل الآخر متشيعة إذن هما اثنان يحملان رسالة إلى بخارى إلى أميرها واحد متشيعة من أهل الري والثاني ناصبي قمي ناصبي قمي على المذهب القديم لأهل قم فلما بلغ نيسى بور قال الرازي للقمي المتشيع يقول لهذا الناصبي ألا نبدأ بزيارة الرضا عليه السلام ثم نتوجه إلى بخارى فقال القمي قد بعثنا سلطاننا برسالة إلى الحضرة ببخارى فلا يجوز لنا أن نشتغل بغيرها حتى نفرغ منها هذا الرازي المتشيع يقول له خلي نزور الرضا عليه السلام ما دمنا وصلنا قريبا منه وثم نتوجه قال ما يصير احنا مكلفين برسالة السلطان مكلفنا خلي الروح نوصلها أول وبعدين نفعل ما يحلو لنا في طريق العودة فقصدا بخارى وأديا الرسالة ورجعا حتى إذا حاذيا طوس قال الرازي للقمي ألا تزور الرضا عليه السلام الآن بعد ما لك عذر المفروض يقول لي ذاك الناصبي المفروض فقال خرجت من الري مرجئا لا أرجع إليها رافضي الله الشيء اللي بزيارة الرضا عليه السلام أنا رجل مرجئي أنا من المرجئة طلعت من الري وأنا مرجئ أعود إليها رافضي لأنني زرت الرضا لا أرغب بزيارتي قال فسلم الرازي أمتعته ودوابه إليه وركب حمارا وقصد مشهد الرضا عليه السلام هذا المتشيع يعني ما لي علاقة بعد بيك أخذ هذه الأغراض أنا أروح على دربي أزور وقال لخدام المشهد خلوا لي المشهد الليلة وادفعوا إلي مفتاحه أنا أريد أن أختلي بالإمام عليه السلام ذاك الزمان طبعا هذا الحدي يقلنا ما بين سنة 300-310-330 هذا الزمان مشهد الرضا عليه السلام ما كان حرما واسعا كبيرا كما هو عليه اليوم بهذا الحجم الضخم وإنما كان مكان صغير عليه قبة صغيرة شيء من هذا القبيل وله خدم قوام يقومون بأمره وكان متاحا أن يذهب هذا الشخص إلى زيارة الإمام عليه السلام ويعطي شيئا لعله لهؤلاء الخدام نظيرا أن يعطوه المفاتيح حتى يبيت ليلة كاملة مع الإمام عليه السلام في مشهده يقول ففعلوا ذلك قال فدخلت المشهد وغلقت الباب وزرت الرضا عليه السلام ثم قمت عند رأسه وصليت ما شاء الله تعالى وابتدأت في قراءة القرآن من أوله يريد يختم القرآن في تلك الليل قال فكنت أسمع صوتا بالقرآن أسمع صوت واحد آخر أيضا يقرأ القرآن فقطعت صوتي وزرت المشهد كله يعني كأنني تفقدت المكان جيدا ليكون هناك واحد موجود مثلا أيضا كان في زاوية ما في مكان ما وطلبت نواحيه فلم أرى أحدا فعدت إلى مكاني وأخذت في القراءة من أول القرآن فكنت أسمع الصوت كما أقرأ لا ينقطع فسكت هنيئة شوية حتى أنتبه وأصغيت بأذني فإذا الصوت من القبر الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمع مثل ما أقرأ حتى بلغت آخر سورة مريم عليه السلام فقرأت يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فسمعت الصوت من القبر يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا قراءة أخرى هذه حتى ختمت القرآن وختم هذا الصوت المنبعث من القبر ختم القرآن كذلك فلما أصبحت رجعت إلى نوقان فسألت من بها من المقرئين عن هذه القراءة فقالوا هذا اللفظ والمعنى مستقيم لكن لا نعرفه في قراءة أحد من القراءة ما نعرف هذه القراءة قال فرجعت إلى نيسابور فسألت من بها من المقرئين عن هذه القراءة فلم يعرفها أحد منهم حتى رجعت إلى الري فسألت بعض المقرئين عن هذه القراءة فقلت قرأ يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا فقال لي هذا المقرئ من أين جئت بهذا فقلت وقع لي احتياج إلى معرفتها في أمر حدث لي فقال هذه قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله من رواية أهل البيت عليهم السلام صل على محمد وآله محمد ثم استحكاني استحكاني أي طلب الحكاية مني ثم استحكاني السبب الذي من أجله سألت عن هذه القراءة فقصصت عليه القصة وصحت لي القراءة هذه إحدى كرامات إمامنا الرضا صلى الله عليه الذي يسمع صوت قراءته للقرآن من قبره الشريف نسأل الله تعالى يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة الشاهد إخواني هل انتبهتم في صدر الخبر وهو يتحدث عن ذلك القمي المزامل لهذا الرازي المتشيع يقول وكان القمي على المذهب الذي كان قديما بقم في النصب ومعنى ذلك أن نقم المقدسة هذه كانت من قبل ناصبية فالسؤال المهم في هذه الجلسة كيف صارت رافضية هذا هو المهم ولماذا نطرح هذا السؤال حتى نتعلم أن كثيرا من التغييرات الهائلة في ما يمكن أن نصطلح عليه الديمغرافية الإسلامية يمكن أن تحصل لا بجهود كبيرة من جمع كبير بل أحيانا يمكن أن يكتفى بجهود كبيرة من فرد واحد الفرد الواحد يستطيع في بعض الأحيان أن يغير عقيدة قوم بأكملهم وأن يهديهم إلى نور ولاية المصطفى وآله الأطهر عليهم الصلاة والسلام نعم وهذا ما حصل وهو أمر مفاجئ لأن بعضا قد يتصور أن قم المقدسة الناصبية تحولت إلى رافضية بجهود أفراد وأفراد وأقوام وأقوام وعلى مدى سنين وأيام ولكن الأمر لم يكن هكذا القصة حقيقة عجيبة بمعنى الكلمة حتى هذا الرجل العظيم مجهول القدر الذي له الفضل في تحول أهل قم إلى التشيع أساسا هو ولد في بيت غير شيعي بل في بيت بعيد في توجهاته المذهبية عن شيعة أهل البيت عليهما السلام القصة تجدونها في مصادر منها كتاب الأنساب للسمعاني برقم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة يقول القمي بضم القاف وتشديد الميم المكسورة هذه النسبة إلى بلدة قم وهي بلدة بين أصبهان وساوة كبيرة غير أن أكثر أهلها الشيعة أكثريتهم شيعية بحسب ما دونه السمعاني في الأنساب أنا ذاك يقول وبنيت هذه المدينة زمن الحجاج بن يوسف لعنه الله ثقفي سنة ثلاث وثمانين وذلك دققوا جيدا أن عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث ابن قيس ابن معدي يكرب الكندي شوفوا تعرفون الأشعث ابن قيس لعنه الله رجل خبيث لكنه كان من الزعماء القبليين لقبيلة كندة في زمان النبي صلى الله عليه وآله هذا الرجل يعد يعني بمثابة الطلقاء هكذا يعني يعني أسلم بعد الفتح وجاء مع وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله أظهر الإسلام يعني المفروض رجع إلى قومه ثم ما لبث أن لما استشهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ارتد مو بس هو ارتد ارتد معه قومه لأنه زعيمهم وارتدت معه أخته التي كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله في تقريبا آخر شهرين ثلاثة أشهر من حياته حملت إليه حملت إلى النبي صلى الله عليه وآله اسمها قتيلة بنت قيس الكندية هذه أخت الأشعث ابن قيس ارتدوا وآمنوا بمسيلمة الكذاب لعنه الله وبعد ذلك تزوجت هذه المرتدة بعدما أظهرت أنها عادت إلى الإسلام بعد المعركة التي حصلت بين جيوش أبي بكر وجيش مسيلمة التي أسير فيها الأشعث ابن قيس واقتيد إلى أبي بكر بالمناسبة وأبو بكر من عليهم فأطلقهم أطلق سراحهم وفي نفس اللحظة زوج الأشعث ابن قيس أخته أخت أبي بكر نفس اللحظة هذا المرتد جاب بنفس اللحظة ارتضاه صهرا تمام وهذا مما نقذفه في وجوه الناصبة والمتخلفين عقليا من المخالفين الذين ما زالوا يكررون هذه الكلمة السفيهة التافهة التي هي تنم عن عدم إدراك لأوضاع تلك الأزمنة إذ يقولون لو كان مثلا عثمان غير صالح فكيف زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله ابنته كيف زوج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته لعمر حسب روايتهم طبعا وحسب ما هم يؤمنون به ونحو ذلك يعني هذه الأمور التي يطرحونها طيب هذا الأشعث ابن قيس كان صالحا طاغيتكم أبو بكر لماذا زوجه وارتضاه صهرا مرتد كان مرتد فإن قلتم زوجه وصاهره لضرب من ضروب الاستصلاح أراد أن يعني لا يعيده من جديد إلى الكفر أنه يحاول خليل رابط معين ولو نسبية حتى يثبت على إسلامه مثلا فيريد أن يستصلح هو يستصلح قومه من ورائه كما فعل لوط عليه السلام إذ عرض بناته على أولئك القوم من قومه الفاسدين حتى يستصلحهم إن قلتم هذا فالجواب هو الجواب سوي لك رد على نفسك قضية ما أسهلها يعني بس كافي تخلف عقلي كافي المهم قتيلة هذه أخته قتيلة بنت قيس هذه تزوجت بعدئذ والزواج عليها حرام الزواج عليها حرام لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله تزوجت من تزوجت عكرمة بن أبي جهل مو هذا كفوها مو كفوها هو واحد ثاني ايه وطرحت هذه المسألة حتى بعض الروايات تقول عند القوم عند المخالفين أنه استعظم الناس ذلك قالوا كيف زوجة النبي صلى الله عليه وآله كيف تتزوج كذا فأفتاهم الآن لا تذكر أبو بكر أو عمر أفتاهم بوحدة من هاي الفتاوى البكرية العمرية ايه أبو بكر قال أنها بانت من رسول الله بارتدادها يعني لأنها ارتدت صار جائزا لها أن تنكح الأزواج تمام ونفس الجواب ناخذ من أبو بكر أو عمر ونجاوب بيه على من على من يطرح هذه الشبهة علينا ويقول كيف تقولون إن عائشة تزوجت طلحة في طريق البصرة نقول ارتدت خلص طيب ما أمارة ارتدادها خروجها على أمير المؤمنين عليه السلام لماذا خروجها على أمير المؤمنين ارتداد لأنه خروج على رسول الله يا علي حربك حربي وإذا خرجت على رسول الله كانت مرتدة بالإجماع هي خرجت على الله جل وعلا هذا هو هذا الذي نحن نقول المهم هي عائلة خبيثة هذه العائلة عائلة الأشعث بن قيس زين هذا حال الأشعث بن قيس في زمان النبي صلى الله عليه وآله وما بعده في زمان أمير المؤمنين عليه السلام كان أحد رؤوس الفتنة والتحريض والتخبيث على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ليلة ونهار وهو أحد أسباب الكسر المهولة التي حصلت في صفين هذا اللعيم وصار من رؤوس الخوارج بعدئذ وكان يؤذي أمير المؤمنين عليه السلام حتى وهو يخطب على المنبر إلى أن اضطر ذات مرة أمير المؤمنين عليه السلام أن يقول وهو على المنبر أين الثمودي أين الثمودي يعني الأشعث بن قيس ينسبه إلى ثمود قوم ثمود أين الثمودي يقولون فطلع راسه فأخذ أمير كفا من حصا ورماه بها وقال شاهت الوجوه عرفته شلون خبيث جدا هذا الأشعث بن قيس أمير المؤمنين كان يجلس على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني فيقوم هذا الخبيث يقول يالله كم شعرة في رأسي جاوبني استهزئ يعني فالأمير عليه السلام يقول أنا أقدر أجاوبك ولكن هذا أمر يصب إحصائه يعني شلون يثبت يعني لازم تحسب الشعرات ولكن الذي أعلمه أن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وقال أخبرني أنه ما من شعرة من شعر رأسك إلا وتحتها شيطان نابت أنت هذا رأسك مجمع الشياطين أو شيطان يلعنك شيء من هذا القبيل المضمون إحنا نتكلم زين هذا الأشعث له بنت شنو اسمها جعدة هذه أختها قتيلة بنت بنت شنو اسمها جعدة بنت الأشعث هذه شنو سوت قتلت صبط رسول الله الأكبر الإمام الحسن والأرواح نافذة صلوات الله عليه بالسم شلون كتب لها معاوية إذا قتلت الحسن أزوجك يزيد ففعلت شوف الشقية الخبيثة هذه تقتل ابن النبي صلى الله عليه وآله حتى تتزوج ابن معاوية ابن البغي ايه ابن البغي أحسنتم ففعلت وبعدين راحت طالبته بالوفاء بالعهد قال لا أنا خاف على ولدي ابن النبي قتلت ما تخترين ابني بعدين فولت ايه عنده أيضا هذا الأشعث ابن قيس ابن آخر شنو اسمه محمد محمد ابن الأشعث ابن قيس هذا الخبيث ايه هم عائلة زبل بصراحة احترامنا للموجودين هذا أحد قتلت أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى أكو رواية أنه هو الذي تولى حز رأسه بالمناسبة أكو رواية في هذا الخصوص بالمناسبة يعني تختلف بعض الروايات بعضها عن بعض بعضها تنسب إلى الشمر بعضها تنسب إلى هذا فعائلة يعني جدا خبيثة صراحة هذا اللي الآن في روايتنا شنو اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس هذا الحفيد هذا تمام هذا شنو كان كان أميرة سجستان سجستان يعني شنو يعني سيستان مو ننسب احنا نقول السيد السستاني أصلا من هناك يعني هذا هذا المكان سجستان سيستان اليوم هذا كان أمير سجستان أو سيستان من قبل من الحجاج الحجاج معين أمير على هناك وخرج عليه في قضية مفصلة طنقر خلي نسميه وخرج على الحجاج مع أنه هو الحجاج معين وبعدين خاض حروبا لا تذكر قالوا لعله ثمانين معركة تقريبا إلى أن بدأ يعني عبد الملك بن مروان لعنه الله يخشى أمره لأنه توسعت رقعة الرقعة التي هو يحكمها امتد من سيستان وصل إلى العراق إلى تخوم تركيا فوق يعني مساحة هائلة صار قام يحكمها هذا خصوصا بعد من ضم إليه القراء والتابعون ومنهم سعيد بن جبير مثلا صاروا وياه قام يحربون وقام يقاتلون فرح أرسل عبد الملك ذات مرة يفاوضة قال لخلص أنا عينك أمير من قبلي على العراق وأعزل الحجاج ويقال أنه من حين يعني من هذه اللحظة الحجاج أضمرها في نفسه وزعل جدا ويعني استاء جدا من أنه عبد الملك يريد يبيع بهالطريقة يعني الشاهد بعدين هم حاصروا قدر الحجاج يلتف عليه بطريقة معينة إلى أن ضيقوا عليه وحاصروه فكاد أن يقتل فقتل نفسه منتحرا إلى جهنم وبيس المصير الشاهد شوفوا هذا الرجل في أثناء خروجه وتمرده كان في عسكره سبعة عشر نفسا من علماء التابعين من العراقين عراقين يعني شنو الكوفة والبصرة سبعة عشر شخص ويا من ذول علماء العراقين وخرج على الحجاج وجرت بينهما وقائع وحروب حتى انهزم عبد الرحمن ورجع إلى كابل كابل أفغانستان وقتل أكثر عسكره وهرب جماعة منهم وكانت إخوة من بني الأشعر بن الأشعر النسبة إليهم شنو الأشعري ما نقول أبو موسى الأشعري أبو الحسن الأشعري هذا اللي هم قبيلة بالأصل يمانية هم قبيلة يمانية من أهل اليمن وهاجروا ذهبت يعني طوائف منهم إلى العراق استقرت هناك ومنها أيضا استقرت في بلدان أخرى هذولك كانوا مجموعة إخوة من الأشعريين ضمن جند محم اش اسمه هذا عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس مع احتدام المعارك هربوا جماعة منهم يقال لهم هذول الجماعة عبد الله والأحوص وإسحاق ونعيم وعبد الرحمن بن أسعد بن مالك بن عامر الأشعري تمام ولعلها هنا تصحيفا أنه ليس اسمه أسعد هذول الأخوة مو أولاد أسعد بن عامر الأشعري بل أولاد سعد بن عامر الأشعري أو عفوا ابن مالك بن عامر الأشعري هذول هربوا من كابول أو من مناطق معينة وقعوا إلى الناحية التي بنيت بها قم ذهبوا إلى هذه قم تمام وكان مقدمهم عبد الله يعني الشخص الأكبر فيهم والأوجه فيهم والمقدم فيهم من هؤلاء الأخوة هو عبد الله ابن سعد ابن مالك ابن عامر الأشعري ويعرف بعبد الله سعدان هكذا يعرف وكانت في تلك الناحية قرى سبعة المفروض قرى سبعة لعل هذا لحنا المهم هو يقول قرى سبعة قريبة بعضها من بعض ولكل قرية قلعة ولها اسم واسم إحدى القرى هو كتب هنا أو بحسب المطبوع كميدان ولكن الظاهر أن الصحيح كما سيأتي كومندان يعني أصل كلمة قم كومندان بس العرب لما عربوها قالوا قم حذفه الباقي أبقوا على أول حرفين يقول فنزل الإخوة على طرف نهر ونصبوا كساء على خشب وأقاموا فلما سمعت أقرباؤهم بذكرهم انتقلوا إليهم قاموا يهاجرون إليهم من وين من العراق هما أصلوا من العراق وقتلوا رؤساء تلك القرى صار بينهم وبين الفرس اللي كانوا في تلك القرى في أنحاء قم أو كومندان هذه صار بينهما حرب لأسباب معينة فقتلوهم انتصروا عليهم واستولوا عليها واستخلصوا أموالهم واستبقوا تلك الجموع وبنوا البنيان ونقلوا إليها من الأكسية والخيم وصارت القرى السبعة سبع محلات من البلدة وبقيت حصونها بها وسميت البلدة باسم قرية واحدة وهي كومندان فأسقطوا بعض الحروف للإيجاز والاختصار وأبدلوا الكافة بالقاف على ما جرت به عادة العرب وسموا الموضع بقم وكان لعبد الله سعدان هذا الكبير فيهم هذا الكبير من الأشعريين الذين هربوا من جند عبد الرحمن ابن الأشعث كان له ابن وكان لعبد الله سعدان بالكوفة ابن يسمى موسى انتقل إلى قم وهو الذي أظهر مذهب الشيعة بها ذكر هذه القصة أبو الوفاء محمد بن أحمد بن القاسم الإخشيكي في تاريخه هذا مصدر المصدر الثاني معجم البلدان للحموي المجلد الرابع الصفحة ثلاثمائة وسبع وتسعين يقول قم بالضم وتشديد الميم وهي كلمة فارسية مدينة تذكر مع قاشان قاشان كاشان هذه شوف العرب من عادتهم إذا عربوا كلمة أعجمية أبدل الكاف قافا إلى أن يقول وهي كبيرة حسنة طيبة وأهلها كلهم شيعة إمامية وكان بدء تمصيرها يعني لما صارت مصرا بلدة تسكن في أيام الحجاج بن يوسف سنة ثلاث وثمانين وذلك أن عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس كان أمير سجستان من جهة الحجاج ثم خرج عليه وكان في عسكره سبعة عشر نفسا من علماء التابعين من العراقين فلما انهزم بن الأشعث ورجع إلى كاب المنهزمة كان في جملته إخوة يقال لهم عبد الله والأحوص وعبد الرحمن وإسحاق ونعيم وهم بن سعد بن مالك بن عامر الأشعري وقعوا إلى ناحية قم وكان هناك سبع قرى اسم إحداها كومندان فنزل فنزل هؤلاء الإخوة على هذه القرى حتى افتتحوها وقتلوا أهلها واستولوا عليها وانتقلوا إليها واستوطنوها واجتمع إليهم بنوا عمهم وصارت السبع قرى سبع محال بها وسميت باسم إحداها وهي كومندان فأسقطوا بعض حروفها فسميت بتعريبهم قمة وكان متقدم هؤلاء الإخوة عبد الله بن سعد وكان له ولد قد ربي بالكوفة هو صحيح أبو أعمام رايحين على أساس شنو رايحين لقتال غز نهب سلب هذا ابن العشعث لعنى الله رايحين وياه أما الولد تاركي وين بالكوفة الكوفة اللي مليان منه شيعة هم شيعوه هم علموه هم ربوه قال وكان له ولد قد ربي بالكوفة فانتقل منها إلى قم وكان إماميا فهو الذي نقل التشيع إلى أهلها فلا يوجد بها سني قط على تعبير عملية مح مذهب سوى هذا الولد شلون بطل هذا صراحة يعني رجل إلى اليوم قم شيعية بفضله ببركة انتقاله إلى هناك فرد واحد وشاب ذهب إلى هناك شيع قومه شيع كل أهل قم إلى لم يبق بها مخالف واحد هذا جهد جبار عظيم هذا منه هذا الرجل الذي لا يعرفه أحد موسى ابن عبد الله ابن سعد ابن عامر الأشعري هذا الرجل رحمة الله عليه شوفوا حولك المدينة كلها بعدما كانت هو منشأ في بيت ناصبي بيت مخالف تماما بعيد تماما عن أجواء أهل البيت عليهم السلام لكن خلص يحمل رسالة يقول أنا لابدا أحقق شيئا موسى بن عبد الله ابن سعد ابن عامر الأشعري القم بعدين صار قم لأنه استوطن قم هو وإخوته وستأتي إن شاء الله تفاصيلهم الشاهد يقول كلامنا إلى الآن نشوف الحموي ماذا يقول في معجم البلدان يقول يقول احنا شنو قلنا قلنا موسى بن سعد ابن عبد الله ابن سعد ابن عبد الله ابن سعد احسنتم ايه يقول وكان متقدم هؤلاء الاخوة الاخوة عبد الله ابن سعد وكان له ولد قد ربي بالكوف فانتقل منها إلى قم وكان اماميا فهو الذي نقل التشيع إلى اهلها فلا يوجد بها سني قط ومن ظريف ما يحكى هذا الحموي يقول يقول أنه ولي عليهم وال وكان سني متشدد فبلغه عنهم أنهم لبغضهم الصحابة الكرام لا يوجد فيهم من اسمه ابو بكر قط ولا عمر ما ولا واحد فجمعهم يوما وقال لرؤسائهم بلغني طبعا الوالي معين من أي حكومة من الحكومة الأموية العباسية ستشوف ذلك الزمان يعني ظاهرا العباسية يعني بعد تقادم الزمان صار جمعهم وقال لرؤسائهم لأهالي قم هؤلاء الذين كلهم متشيعون بسبب فرد واحد منهم هاجر إليهم من الكوفة قال بلغني أنكم تبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلي وأنكم لبغضكم إياهم لا تسمون أولادكم بأسمائهم وأنا أقسم بالله العظيم لإن لم تجيئوني برجل منكم اسمه أبو بكر أو عمر ويثبت عندي أنه اسمه لأفعلن بكم ولأصنعن إغتاظ هايدا يصيحون ويبحثون يابا أكو وعد اسمه أبو بكر أكو وعد اسمه عمار خلي بس ننقذ الوضع يعني والمشكلة قال شنو لازم يثبت عندي ذلك يعني مو نروح نجيب واحد هالشكل نسميه الآن نسميه نقول يا بأنت روح قل لأنا اسمه أبو بكر وخلاص ما يصير قال فاستمهلوه ثلاثة أيام وفتشوا مدينتهم واجتهدوا فلم يروا إلا رجلا صعلوكا حافيا عاريا أحول أقبح خلق الله منظر اسمه أبو بكر وما هل قد يعني اختلف يعني الوضع يعني يعني أكو نوع من التجانس شوية أكو شوية وإلى اليوم أم موجود ما شاء الله يعني هم تعرشوا في مشايخ الوابية وكذا هم عوران ومدري شلون وبعد من أقبح خلق الله منظرة نعوذ بالله لقوه هذا اسمه أبو بكر لأن أباه كان غريبا استوطنها فسماه بذلك يعني هذا المسكين مو من أهل قم الأقحاح هذا جاي أبوه كان غريب وبعد تركه هو اسمه أبو بكر فجاءوا به جاءوا به إلى الوالي قال الحمد لله حصلنا واحد أبو بكر حصلنا لك بعد خلاص بعد فشتمهم وقال جئتموني بأقبح خلق الله تتندرون علي شنو تضحكون علي انتو تسخرون بي يعني وأمر بصفعهم قال لجلاوزتي تعالوا اصفعوهم أدبوهم فقال له بعض ظرفائهم واحد ظريف أيها الأمير اصنع ما شئت معنا شن سوي تريد صفع ضرب اللي تريد تسوي سوي اصنع ما شئت فإن هواء قم لا يجيء منه من اسمه أبو بكر أحسن صورة من هذا 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 هواء قم ما يصير ما يطلع لك أبو بكر أحسن من هذا يقول فغلبه الضحك وعفى عنهم أحيانا الظرافة تنفع ترى حتى مع الطغاة تمشي بعض الأحيان وكان يتبع ذلك بعض رجالات الشيعة بالمناسبة حتى يخلصوا أنفسهم يعني من ظلم هؤلاء الظلمة وكان أحد أبرز هؤلاء في استعمال هذه الظرافة كان البهلول المعروف اللي كان في زمان الصادق عليه السلام ويروى أن الإمام عليه السلام هو قال له أنه أنت استجن يعني سوي نفسك كأنك مجنون يعني عرفت هشلون هالشكل يعني أي فيقال أنه كانت له مواقف وصولات وجولات مرة راح ضرب أبو حنيفة بالجامع سوال مشكلة وبعدين لما اشتك أبو حنيفة عند هارون وصلها إلى هارون العباسي لعنه الله استدعى هذا بهلول قال إيه أنا سمعت يقول كلام فأنا ما علي ذنب يعني بمقتضى كلامه بحسب كلامه لأنه أبو حنيفة كان يشكل على الصادق عليه السلام في أمور ومنها أنه يقول أن الصادق لا ينسب أفعال الخلق إلى الله بمعنى أنه الإنسان ليس مسيرا ليس مجبورا وهل هناك فعل إلا أن يكون من أفعال الله عز وجل المضمون ننقله وبعدين يقول أنه الشيطان يعذب بالنار بله هذا شيء يعقل الشيطان مخلوق من نار كيف يعذب بالنار ما تأثر بالنار هو نار مع نار ما رح تأثر فهذا راح مو جاي جاي سمعه بهلول هو فقيه هذا بهلول بس يسوي نفسه مجنون رايح ما أخذ له طين مدرة يعني طين يابس جامد وراح وضرب بالقصة على راس أبو حنيفة إلى أن شجه نزل منه دم وأحرج أمام تلامذته وكذا راح اشتكه فلما استدعاه هارون قال له إيه هو أنا سمعته يقول يقول أنه كل الأفعال من أفعال الله هذا من فعل الله كان هذا من فعل الله به ليش ليش يجي حاسبني وبعدين شلون تأذى منه هو من طين وهذا هم من طين شلون شلون تأذى وتوجع من هذا الشيء هالشكل سوى فضحك هارون عفا عنه يعني كان عندهم بعض المواقف من هذا القبيل الشاهد أن هذا الرجل الجليل عظيم القدر هذا هو السبب في هداية أهل قم إلى التشيع حتى أن العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار في المجلد ستين الصفحة مئتين وعشرين ينقل أن من مفاخرهم أي الأشعريون أن أول من أظهر التشيع بقم موسى بن عبد الله بن سعد الأشعري رحمة الله عليه هذا الرجل له أخ يقال له عمران وهم جميعا هو وإخوته وأهل بيته مشمولون بالثناء من إمام العترة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه ففي رجال الكشي برقم ستمائة و تسعة عن أبان بن عثمان قال دخل عمران بن عبد الله القمي هذا أخوه عمران بن عبد الله القمي الأشعري على أبي عبد الله عليه السلام شفوا الإمام كيف يعني استقبله أي استقبال وإكرام ناله هذا الرجل لماذا؟ لأنه من هؤلاء يقول فقربه أبو عبد الله عليه السلام فقال له كيف أنت وكيف ولدك وكيف أهلك وكيف بنوا عمك وكيف أهل بيتك يسأل عنهم جميعا لأنهم صاروا من رجال الشيعة الأفذاذ الذين بذلوا جهودا مضنية في نشر التشيع ثم حدثه مليا ترك الإمام علي سام أصحابه المتواجدين وفقط حدث هذا الرجل عمران ابن عبد الله فلما خرج ناس متعجبين ليش الإمام اهتم كل هذا الاهتمام بهذه الشخصية فلما خرج قيل لأبي عبد الله عليه السلام من هذا قال هذا نجيب قوم نجباء ما نصب لهم جبار إلا قصمه الله أي شيء تتعلم من هذا يا أخي الكريم يا أيها الذي تتبع محمدا وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام تعلم هذا الشيء إن أردت مثل هذا المقام إن أردت مثل هذا الاستقبال من صاحب الأمر إمام زمانك صلوات الله عليه أن يهتم بك كل هذا الاهتمام ويقربك كل هذا التقريب ويعطيك وساما نجابة أنت نجيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا أردت هذا امضي على سيرة هذا الرجل موسى بن عبد الله الأشعري أو عمران بن عبد الله الأشعري أو إخوتهم وأهل بيتهم وبني وبنوا عمومتهم وأولادهم الذين كانوا مهتمين بنشر التشيع إمامنا صلوات الله عليه وعجر الله تعالى فرجه الشريف يقدر جدا هذا الفرد من شيعته الذي يحمل هذه الرسالة ويجتهد لأجلها وهي تكثير شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خالعا رداء التقية المغلوطة شوفوا لاحظوا أنتم عليكم أن تفهموا لحن كلام الإمام عليه السلام لماذا قال هذا نجيب قوم نجباء ما نصب لهم جبار إلا قصمه الله لماذا والشيعة كانوا يقصمون من الجبارين لما لم يحمهم الله عز وجل ليش هؤلاء فقط لأنه مشكلة كثير من الشيعة في ذلك الزمان أنهم كانوا يتراجعون عن تبليغ التشيع للآخرين خوفا أنت في ذلك الزمان إذا تتكلم بالتشيع تعتقل وتؤذى وتضطهد فكانوا يتراجعون وهذا كان يسبب حسارات في العالم الشيعي بدلا من أن نتمدد ننحسر نتضائل أفذاذ قلائل كانوا لا يشقون الأمواج ولا يبالون يروح ينضي مثل هذا الرجل هذا رايح إلى قم حتى يعلمهم التشيع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرواية ماذا تقول دقيقوا هو أول من أظهر التشيع في قم أظهر علانية يدعو يتكلم فهذا الذي يطلع بهذا الدور إن كان ضروريا عند الله سبحانه فالله سبحانه سيحمي عبده هذا لن يناله مكروه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق الناس تخاف الناس تخاف تحكي بهذا الحكي اللي إحنا نحكيه ليش لأنه يخاف أنه أجله يقرب يقول راح يذبحوني أو يخاف أنه رزقه يقل يقول بعد ما راح يدعوني إذا ما راح أطلع بيان تعزية ونعي لقابوس مثلا بعد ما أشوف عمان أنا لازم هم بيان تعزية شوية أخلي عليها مشوية بهارات بهارات شنو أبيات شعرية هالشكل حلوة يعني ليش حتى يستمر أنه أنا أدعى هناك وأرجع ومع الباكيت وبعض الناس قبلتهم هذا الباكيت الباكيت وما أدراك ما الباكيت أي هذه ليست صفة من يقيم أمر الله سبحانه لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لم يضارع ولم يصانع ولم يتبع المطامع أنت عندك مطمع وإلا شنو معنى أنه أنت تجي تعزي بهذا الهالك وما شأن الشيعي والرافضي بقابوس خلي ولي إلى جهنم وبأس المصير يعني شنسوا بقابوس رجل فاجر حاكم جائر بالنتيجة بالنتيجة وحاكم جائر من الحكام الجائري حتى وإن أعجبتكم بعض سياسته مثلا بالنتيجة هو حاكم جائر جاء إلى الحكم منقلبا على أبيه وهذه خسة وإن كان أبوه أيضا جائرا جاء منقلبا على أبيه بمعونة البريطانيين نزل من الطائرة البريطانية ومعه جند بريطاني قاد انقلابا ثم إنه رجل إباضي خارجي خبيث في عهده طبعت الكتب بتمويل من الدولة من وزارة الثقافة العمانية شيء من هذا القبيل نقلتها لكم ونقلت نصوصها في الليالي الرمضانية لا لهذه السنة التي قبلها ربما يعني سنة تسعة وثلاثين راجعوها فتجدون كيف نقلت نصوصا من تلك الكتب التي تطبعها الدولة العمانية السلطنة العمانية في عهد قابوس وفيها سب صريح لمولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خارجي ناصبي وختم حياته ختم حياته بأي شيء باستقبال وحفاوة لبنيامين نتنياه اللعين عرفته رجل بهذه الصفات أي شيء يدعونا لأن ننعاه لا وننظم الأشعار أيضا فيه ونرثيه بالقصائد كل ذلك لا حبا فيه نحن نعلم حبا في الباكيت أنه لأنه يدعى دائما إلى هناك فإلى عمان لا يريد أن ينقطع عليه الطريق مثلا فيقول فالأرشوهم أو أرشيهم بهذه الرشوة الكلامية رشوة كلامية أحصل عليها هذا هذا الأجر يعني الأجر المادي لا الذي يتبع المطامع لا يقيم أمر الله كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أين هذه العملة في هذا الزمان عملة نادرة أنت بس طلع لعشرة إذا قدرت مع الأسف أن يزل الناس مثل هذا الزل في مثل هذه المواقف شوفوا الذي يخلع رداء التقية المغلوطة أو حتى التقية الشرعية يضحي وهو ممكن يكون جائز له أن يعمل بالتقية لكنه يضحي يقول أنا في سبيل أن أظهر التشيع أدعو إلى الولاية والبراءة أنا أضحي فالرخصة الشرعية التي رخصها لي الشارع في أن أتقي أنا لا أعمل بها أنا أقدم رقبتي للسيف سبحان الله غالبا ما تجد هذا الذي يفعل هذا يحميه الله عز وجل إن كان لوجوده دور مهم مطلوب الله يحميه إلى آخر نفس إلى أن بعد خلص يعني إلى أنه ما يكون لدور بعد انتهى يختم له بالشهادة موسى بن عبد الله الأشعري رحمه الله وإخوته وأهل بيتي وأبناؤهم هؤلاء هكذا فعلوا فانظروا كيف حماهم الله عز وجل ما بلغنا أنهم قتلوا ولا أوذوا والإمام قال هذا نجيب قوم نجباء ما نصب لهم جبار إلا قصمه الله ليش لأنهم حملوا على عواتقهم نشر منهج محمد وآله عليهم الصلاة والسلام هذا الذي فعلوه فحماهم الله عز وجل حماية إلهية في بعض الروايات عنهم عليهم السلام أنهم قالوا لولا أهل قم لضاع الدين لأنه بالفعل تعرفون أي جهود بذلها أهل قم من هؤلاء الأشعريين حفظ تراث آل محمد عليهم السلام ورواياتهم والتحديث بها وببركتهم هم تشيعت قرى وأنحاء في إيران وبلاد فارس إلى أن صارت هذه بلاد فارس هذه الشأ الواسعة هذه كلها تحولت من البكرية إلى التشيع الرافضي هذه جهود عظيمة جبارة بذلها هؤلاء الأشعريون وخرج منهم الأفذاذ العلماء الكبار من أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين نالوا أوسمة لا مثيل لها من أبرزهم زكريا بن آدم زكريا بن آدم الأشعر القم رضوان الله تعالى عليه هذا الرجل العظيم لاحظوا أنتم الروايات حوله في اختصاص المفيد رحمه الله قال علي بن المسيد قلت للرضى عليه السلام شقتي بعيدة ولست أصل إليك كل وقت فممن آخذ معالم ديني فقال عليه السلام من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا شلون وسام بعد زكريا بن آدم رحمه الله يقول قلت للرضى عليه السلام إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء يعني قصد من ناحية قم قم أشعريون ظهر صار سفهاء كثر عندهم ودائما نحن نبتلى بالسفهاء يعني نريد الأجواء نظيفة الأجواء سليمة الأجواء حكيمة يطلعون سفهاء شغلهم أمور دنيوية مصالح شخصية يخربون الوضع الضار هو مل منهم فاستأذن الإمام عليه السلام أنه يخرج فقال عليه السلام لا تفعل والله هذا وسام يعني يجعل الشنو أقول البدن ما أدري شي يصير بي يعني لما واحد يقرأ ويسمع يقول لا تفعل فإن أهل قم يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن عليه السلام اللهم صلى اللهم صلى وعجل وعجل ورحم وعجل ورجعهم وعجل وعجل هذا شي هين هذا يعني الإمام الرضا شوفوا الإمام الرضا هذا مو كلام أي واحد مو كلام ناس مبالغين هنا ما السياسيين وكذا يقول لك هذا حسين العصر عباس العصر زينب العصر ما أدري منه العصر بكيف ومحضرت جنابهم كل واحد ينزل هؤلاء السفل السياسيين منزلة المعصومين عليهم والسلام مو كلام الدعاية السياسية الإعلامية هذه لا هذا كلام معصوم علي بن موسى الرضا يقول من هذه الجهة من هذه الجهة إشلون موسى بن جعفر عليهم السلام العبد الصالح كاظم الآل الله يدفع البلاء عن أهل بغداد به أنت مثل من هذه الجهة عن أهل قم الله يدفع البلاء عن أهل قم بك أنت هذا شي سوى بالواحد وين الناس تصل إلى هذه المقامات خلي واحد يعرف عظمائنا الحقيقيين هؤلاء مجهولي القدر هذا زكريا بن آدم ابن عبد الله ابن سعد الأشعري يعني يصير ابن أخ من شيع قم اللي هو موسى بن عبد الله ابن سعد الأشعري ابن عم يصير أو عم عم لا قلنا زكريا بن آدم ابن عبد الله ابن عم ابن عم بلغ هذا المقام العظيم وبعد عم محمد بن إسحاق والحسن بن محمد قالا خرجنا بعد وفاة زكريا بن آدم إلى الحج فتلقانا كتابه عليه السلام في بعض الطريق كتابه الضمير يرجع إلى الإمام الجواد صلوات الله عليه وصلهم كتاب الإمام الجواد في طريقهم إلى الحج بعد وفاة زكريا بن آدم رحمه الله وفيه في كتاب الإمام الجواد ما جرى من قضاء الله في الرجل المتوفى أي زكريا بن آدم في رحمة الله يوم ولده ويوم قبضه ويوم يبعث حيا فقد عاش أيام حياته عارفا بالحق قائلا به مو بس عارف يتكلم يدعو صابرا محتسبا للحق قائما بما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله ومضى رحمة الله عليه غير ناكث ولا مبدل ومثل البقية اللي بدلوا ونكثوا صاروا واقفة صاروا كذا بسبب الدنيا والمطامع الشخصية فجزاه الله أجر نيته وأعطاه جزاء سعيه أوسمة والأوسمة لهذا الرجل الجليل من هذا البيت الشريف أيضا سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري هذا الذي يصفه النجاش رحمه الله بقوله شيخ هذه الطائفة وفقيه ووجهها والذي يعترف هو كما في الاحتجاج بتعصبه الشديد هذا الشيخ شيخ الطائفة فقيهها وجهها في قوم سعد بن عبد الله لأشعري رحمه الله هو يعترف يقول أنا ترى على هاي الصفات يا تشيع لندني أنا سطر لي مليون تشيع لندني يصير عشر عندي يصير عشر يقول شوف كلامه هو يصف نفسه يقول كنت متعصبا لمذهب الإمامية راغبا عن الأمن والسلامة من بدايته أقول أنا ما أريد لا أمن ولا سلامة أنا واحد شيات أنا مشكل أنا رجال مشكلتي أمهاوش نفس بعض الناس اللي قاعدين قبالي قبل بالجاهرة بالكويت هالشكل كانوا زين ايه مثل شلايتية كربلا إذا سامع بيهم هالشكل أنا هالشكل طريقتي كنت متعصبا لمذهب الإمامية راغبا عن الأمن والسلامة وبعد في انتظار التنازع والتخاصم ناطر المشاكل والعركات أنا انتظر أريدها من الله أدور هدوارها هذه في انتظار التنازع والتخاصم والتعدي إلى التباغض والتشاتم هاي منو نريد أتسبب ويا أتعارك ويا أنا مستعد زين معيبا للفرق ذوي الخلاف وهذا التشاتم وتباغض وعركات مع منه مو مع الشيعة مع من مع المخالفين بفرقهم المتنوعة يروح يتحرش بيهم يأذيهم ما أدري شي يسوي معيبا للفرق ذوي الخلاف كاشفا عن مثال بأئمتهم أمسك لي من أبو بكر ونازل فصخ لك يهم واحد واحد كاشفا عن مثال بأئمتهم هتاك مبعد هاتك هتاك فعال هتاك لحج بقادتهم هذا هذا من هذا البيت وثالثهم هؤلاء من يعني البارزين من الأشعريين في قوم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رحمه الله هذا الذي يصفه العلامة الحل بقوله أبو جعفر شيخ قم ووجهها غير مدافع ما حد يدفع يقول هذا شيخ قم في زمانه شوفوا هكذا حازت قم على هذا الوسام هكذا حاز أهل قم الأشعريون خصوصا على هذا الوسام أوسم عديدة منها مثلا أن الصادق عليه السلام يقول كما في رواية زرارة بن أعين يقول أهل قم من أنصارنا هكذا تحولت قم من النصب إلى التشيع والرفض بجهود فرد واحد في البداية وهو موسى بن عبد الله بن سعد الأشعري رضوان الله تعالى عليه فرد واحد وانظروا ماذا يعني أي حفظ لكيان التشيع تكفل به هؤلاء من قم حتى صارت عش آل محمد عليه السلام هذا التراث العظيم هذه المؤلفات هذه المناظرات كذلك هؤلاء الرجال العلماء الذين خرجوا من هذا البيت وحملوا لواء التشيع وإلى يومنا هذا قم مصدر إشعاع فكري علمي شيعي رافضي لا مثيل له إلى يومنا هذا هذا كله كان يمكن أن نخسره ترى لو أن هذا الولد الذي ربي في الكوفة منتقل إلى قم وأظهر التشيع فيها كان يمكن كل هذا أن يخسر لو أنه فكر كما نفكر في هذا الزمان فإن كثيرا منا ينتقل من بلده إلى بلد آخر هو يحمل التشيع لكن حين ينتقل إلى البلد الآخر يحمل هم التشيع معه يدعو إلى أهل البيت عليهم السلام يهتك حجوب قادتهم قادة أهل الخلاف يطيح حظهم يشيع الناس يرفض الناس لا يروح يشتغل يشتغل مطعم بيتزا مدري شي يسوي ديليفري بعض الناس زين بعض الناس يروحوا مصارع ججستو ما ججستو زين وهي الشكل وهكذا كل واحد يفكر بشنو يفكر بشغلة يفكر أنه شنو أنا أسوي أقضي وقتي لا يا أخي أنت خلي وقتك كله يقضى بشيء واحد آل محمد عليهم السلام فقط صلوات الله عليهم أعيش لأجلهم أسعى وأوظف كل جهودي لأجلهم أحاول حتى هذا المقدار الذي أصرفه حتى على معيشة الشخصية حتى على أعمالي مثلا إذا كان يمكن توفيره أوفر هذا المقدار حتى لو بمقدار دقائق أوفره لأجلهم عليهم السلام يعني ما أحاول أن أبدد طاقتي في أي شيء آخر هذا الذي نفهمه من سيرة أولئك الأوائل الرواد المتقدمين هذا الذي نفهمه نحن كلنا نسعى لأن نقترب إن شاء الله تعالى من هذه المقامات يعني شوفوا إيش قد الإنسان يرتاح يقول أنه أنا أحصل إن شاء الله تعالى على مثل هذه الحفاوة من إمام العصر صلوات الله عليه شوفوا أنت فرد مو معصوم أنت بشر وذولاك هم كانوا بشر حالك من حالهم حالهم من حالك ماكو كثير فرق يعني إذا وصل مثل موسى بن عبدالله إلى أشعري لهذا المقام أو أخوه عمران إلى هذا المقام أو فلان أو فلان وصلوا إلى زكريا بن آدم فلان فلان وصلوا إلى هذه المقامات معنى ذلك أنه يمكن لك أنت أن تصل إلى هذه المقامات عليك أن تتبع خطاهم سيرتهم ماذا فعلوا تفعل كانوا يحملون هم التشييع تشييع الناس هداية الناس احمل هذا الهم افعل كما فعلوا تفقه في دينك كن نشيطا نشيطا في الدعوة إلى أمتك عليهم والسلام كن كذلك متسلحا بسلاح الوعي الحكمة البصيرة الأخلاق اسعى بهذا الاتجاه كن مناجزا قويا بطلا في مقارعة الخصوم حتى تترك التأثير والتموجات الهائلة على الأمة هكذا فعل يتلقاك امامك صلوات الله عليه ان شاء الله يتلقاك بالحفاوة يقربك كما قرب ويعطيك وساما نجابا اي مقام عظيم هذا المقام اخواني لا يمكن ان يقدر بثمن صعب واحد يقدر انتم في نعمة عظيمة اذا ما فرغتم انفسكم وجهودكم وطاقاتكم وكل ما تملكون لهذا والحمد لله نحن في هذا الزمان في هذا الزمان نحن قد اشركنا جمعا غفيرا من الموالين لأهل البيت عليهم السلام في هذا العمل في عمل الدعوة الى اهل البيت الطاهرين عليهم السلام الى ولايتهم والبراءة من اعدائهم قدمنا هذه الفرصة للناس ان يشاركون في ان نخطو الخطوات التي خطاها اولئك الرواد الاوائل فنالوا هذه الاوسمة وفرنا هذه الفرصة لانه قد بعض الناس يقولون كيف تتوفر لي الامكانات او الفرص او الفرص السانحة في هذا الزمان الذي يموج بالفتن والمشاكل والقلاق والصعوبات في ان ادعو الى اهل البيت عليهم السلام اصلا وضعي صعب انه احتاج انا اتفقه انا اتسلح انا افهم انا امر النفسي مثلا على المناظرة على الكذا حتى ادعو الى اهل البيت عليهم السلام لا املكوا هذه المقاومات فما الذي فعلنا هيئنا احسن وفرنا قلنا نحن نعمل ان شاء الله ان تكن معنا كن ملازما لنا في دعمك لنا يعني خلي ايدك بايدنا انحقق هذه المعجزات انحقق هذه الاداف الكبرى في الدعوة لآل محمد عليهم السلام وتتحقق هذه المشاريع كثيرا ما حقيقة الانسان يقف اجلالا للشخصيات التي لعبت دورا في احداث تغيير هائل على المستوى العقدي للأمة يعني موسى بن عبدالله الأشعري هذا الرجل الجليل رحمه الله احدث تغييرا جذريا الى اليوم نحن نحصد ثماره وهو تغيير قم من بلدة ناصبية ذات هوى ناصبي الى بلدة رافضية ذات هوا رافضي لا يخرج من اسمه ابو بكر منها اقبح احسن من هذا اللي كان قبيح هذه كنايات عن انه ما يجي يعني اهل قم خلص صاروا رافضة حتى النخاع هذا تغيير جذري عقائدي فكري ديني مذهبي الذين يقومون بمثل هذا هم الذين يستحقون ان يقف الانسان لهم اجلالا واكبارا لانهم يلعبون دورا في التغيير تحصد ثماره وتبقى آثاره وتمتد وتتوسع الى ابد الابدين الى ان يرث الله الارض ومن عليها انت تبذر البذرة وبعدين شوف وين الشجرة وين توصل والاشجار الاخرى تتوسع تصير حديقة غناء هذا الذي يحصل لابد من تغيير الطقس تغيير اللون الديني لهذا العالم مشروعنا الذي هو على وشك الاكتمال بحمد الله تعالى وهو مشروع اول فيلم سينمائي عالمي عن الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه السلام يلعب هذا الدول يؤدي هذه الوظيفة تغيير تغيير جذري يصير لهذا العالم ان شاء الله تعالى بالمقدار اللي يصل اليه هذا الفيلم وتستقبله القلوب بحيث ان الناس لما يرون ما جرى على الزهراء عليه السلام ويتعاطفون معها ويحبونها هذا يقودهم الى استكشاف رسالة الزهراء وهي رسالة ابيها صلى الله عليه وآله هو الاسلام هو التشيع هو الرفض للظالمين هو الثورة على الظالمين فيهتدي الناس اي بعبارة اخرى كل من يشترك بما يتمكن في هذا العمل يرجى له ان شاء الله تعالى ان يستقبل من امام العصر عليه السلام كما استقبل امامنا الصادق عليه السلام عمران بن عبد الله واخوته من اولئك الاشعارين لانهم كلهم تشاركوا في الدعوة لهم عليهم الصلاة والسلام هذه فرصة عظيمة وهي بأيديكم اليوم